اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة وموسم 2024 و2025 طيب بيان الربطة بيقول ايه بيقول ان العقوبات جاءت على النحو التالي مباراة طلاع الجيش والمصري وهيتم ايقاف اسلام السعيد عبد المقصود محارب لو طبعا اسلام محارب لاعب فريق طلاع الجيش ولاعب الناجي الاهلي السابق مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه بقيمة 5000 جنيه اما بقى مباراة الزمالك والبنك الاهلي وده اللي استحوزت على يعني الرأي العام كله الرأي العام كله كان بيتكلم عن مباراة الزمالك والبنك الاهلي وخاصة ضربة الجزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك مباراة الزمالك والبنك الاهلي هيتم ايقاف طارق مصطفى المدير الفني الفريق البنك الاهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر له وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه أما المباراة الإسماعيلي وغزل المحلة فهيتم إيقاف عبد الرحيم مصطفى العموري لعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5 ألف جنيه وذلك طبعا مع تطبيق المادة 54 من لقاحة مصابق الدوري نايل موسم 2024 و2025 الخاصة في حالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللعبية طبعا ده كان بيان ربطة الأندية هنعيد لحضراتكم تاني كل ما جاء فيه البيان وربطة الأندية بتعلن النار أو بتفتح النار وبتعلن العقوبات ربطة الأندية والجولة الأولى من الدوري 3 إقافات و25 ألف غرامات أصدرت ربطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى وذلك تبقى للقاحة مسابق الدوري نايل ولقاحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024 و2025 وجاءت العقوبات على النحو التالي مباراة طلاع الجيش والمصري هيتم إيقاف أو تم الإعلان عن إيقاف إسلام السعيد عبد المقصود محارب لفريق طلاع الجيش مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه مباراة الزمالك والبنك الأهلي إيقاف طارق مصطفى المدير الفني الفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه أما مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة فهيتم إيقاف عبد الرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبات مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك مع تطبيق المادة 54 من لقاحة مسابق الدوري نايل موسم 2024 20-25 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللعبين ده كان بيان ربطة الأندية للجولة الأولى والإعلان عن عقوبات الجولة الأولى ونتمنى أنه كل جولة لما بيكون في حاجة زي كده الأزمات تقل يعني إحنا شفنا أن اللي بيغلط بيتعقب وبنوعا عليه الجولة اللي بعدها الغرامات أو الإعلان عن العقوبات يكون أقل لحد ما نوصل لمرحلة أن إحنا مثلا نعدي جولة واحدة من غير أي عقوبات خالص إن شاء الله ويتم المسابقة ويتم الموسم أو موسم الدوري بشكله الجديد على أكمل وجه وإن شاء الله ولا يبقاش فيه بقى مشكلة مع الأهلي ولا يبقى فيه مشكلة مع الزمالك ولا أي فريق هيشارك في أي بطولة قرية الدوري يخلص في وقت معين وقت قصير بنظامه الجديد ثم نبدأ نستعرف مرة أخرى دوري الجولة والجولتين رايح جاي زي ما احنا بنقول بلغة الكرة دي كانت تغطيتنا هنا من صالة تحرير اليوم السابع مستمرين مع حضراتكم وتقارير رياضية مختلفة خليكم معانا ويوعد رفاق